الحالات التحكمية كابتاً عبدالله طبعاً أنا طبعاً من قبل موضوع القطع أبو وليد من الدقيقة 53 ركلت الجزاء الأولى لو نستعرض مشكلة الفار يا أخوان نعطونا الكليب اللي فيه مشكلة الفار ترى هذه من الشوط الأول نشوف الشاشات اللي كانت موجودة وش يظهر في غرفة الكنترول أبو الوليد صورة اللاعب وليس إعادة الحالة وأكبر دليل للحكم راح اتخذ القرار مباشرة دون أن يظهر لنا إعادة من الفار تحقق وجود هذه ترى في الشوط الأول اللي احتسبت فيه ركلة الجزاء الأولى ثم انتلتها الأحداث الثانية اللي وضح أن السلك مقطوع ثم كلامهم مع الحكم الرابع ثم اللقطة الأخيرة اللي أظهرت فعلاً عطب كامل في موضوع الفئار معناه أن الموضوع ترى من الشوط الأول لاحظوا هنا أبو وليد وين الإعادة في غرفة الحكام اللي تظهر البلنتي اللي يحتسب الأول للهلال طبعاً هذه لهم لا مشكلة الهلال ولا الباطن أنا أتكلم عن مشكلة التحكي هذه كقراءة أولية الحالات أبو زياد نذهب للحالة الأولى اللي هي حالة احتساب ركلة جزاء لناد الهلال طبعاً هذه الركلات يجب أن لا تحتسب في دوري في هذا المستوى أبو الوليد حالة شالنج بسيط بين الأرجل لا يوجد فيها ركل حالة بسيطة جداً كان يجب أن يستمر اللعب ولكن لعدم وجود تحقق من الإعادة لو كانت الإعادة موجودة للحكم أنا أجزم تماماً من حكم في هذا المستوى أنت متأكد أن ما كان عند الفارشة غال في هذا الوقت؟ أرجع للحالة الأولى أبو وليد وشوفوا أشيء يظهر في الشاشات فقط كان يظهر اللاعبين إذن على كلامك هذه لا يوجد فيها ضربة جزاء يجب أن لا تحتسب أنا أحترم قرارة لكن يجب أن لا يحتسب نذهب للحالة الثانية حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة لناد الهلال هذه حالة صريحة حالة أرقلة بإهمال قام بها لاعب الباطن على لاعب الهلال وهي ركلة جزاء صحيحة ولا خلاف فيها واحتسبت من حكم المباراة مباشرة نذهب للحالة الثانية وهي الحالة التي وقع الحكم أيضاً في المحظور احتساب ركلة جزاء خاطئة لناد الهلال هذه الحالة كان يجب أن يتم إيقاف اللعب وإنذار لاعب الهلال للسلوك الغير رياضي واستئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة هذه حالة التحايل قام بها لاعب الهلال ستوضح معنا من اللقطة الجاربية أن لاعب الباطن لم يرتكب أي خطأ نرى لاعب الهلال للسلو الآن هو من قام بالقفز بهذا الشكل للحصول على هذا السقوط أو على نقل الاستمرار بدون ركلة جزاء نذهب إلى هذه الحالة كيف رجعت لم يتم مراجعتها أصر الحكم على قراره وهو الحديث الذي تلا المباراة أنه أنا لم أرى ركلة الجزاء التي تعتبر خاطئة من وجهة نظر الحكم بعد ما أعتقد بعد المباراة ترجمة نانسي قنقر